حتى نحن كنا عايشين في بيت بسيط جدا إذا هطرت الأمطار الماء كانت تنزل من السقو وفي المدينة في الليلة الأولى شيخ بمفردي لا أعرف اسمه لكن فعلا أثر فينا يعني تلاوة جميلة إذا أنت عرفت لمحمد أيوب وأنت في كرات شيء نحن من أسره فقيرة وذلك خرب الراديو ففي سنوات استعرضت راديو من بعض الزملاء والجيران حتى استمع يعني هذا أتذكره في عام 1413 كل شريطة وكل تلاوة أحصل عليه كان بمثابة كأنه يوم عيد لي قراءات الشيخ محمد أيوب وقراءات الشيخ علي جابر حتى لو كان التزيير رديع له طعمه الخاص أيوة طعمه الخاص السلام عليكم في مصر خرجت فئة يسمونهم السميعة لا 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 ليسوا السميعة التي تسمعهم لما يقرأ الشيخ التلاوه يقول الله الله ليسوا هؤلاء السميعة هم الذين يلازمون القراء ويعشقون تلاواتهم ويتتبعون أخبارهم وحكاياتهم ويحرصون كل الحرص على جمع تراثهم الصوتي فمثلا رجل الاقتصاد الأول زكريا مهران كان له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في حفظ تراث القارئ الكبير محمد رفعت فسميعة مصطفى أسماعيل غير سميعة المنشاوي غير سميعة عبد الباصط وهكذا واليوم في حلقة من حلقات بودكاست آيات نلتقي بالشيخ فضل الرحمن أحد سميعة القارئ الشيخ محمد أيوب نتحدث معه عن قصته في جمع تراث الشيخ محمد أيوب الصوتي وفكرة إنشاء القناة وغيرها من المعلومات والحكايات والأخبار حياكم الله الله يحييك شيخ فضل أنا سعيد جدا بلقائك والجلوس معك والاستفادة منك ومن هذا الكم الكبير من الخبرات تجاه قارب من أهم قراء العالم المسلامي الشيخ محمد أيوب قبل أن ندخل مع الشيخ محمد أيوب نتكلم عن حكاياته وأخباره وعن جمعك لهذا التراث تراث الشيخ منه فضل الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على الله وصلاة الله فضل الرحمن مدام الحلقة هي عن تراث الشيخ محمد أيوب وتلواته فأنا اعتبر نفسي واحد من ألاف الناس اللي محبين الشيخ أنا واحد منهم فأولد في مدينة كاراتشي في عام 72 ثم انتقلت الأسرة إلى المدينة الوالد والوالد كان يعمل بمهنة تجريد الكتب وعمل في الجامعة الإسلامية تقريبا توقع لمدة 9 سنوات وهذا قضينا 14 سنة في المدينة سنة كم قدمت المدينة؟ 1973 تقريبا طبعا أنا لا أذكر شيء لأنني كنت بضعة أشهر فقط عمري لكن الشيء الذي ذكروا أنه ما قبل السابع من عمري كنا نعيش بجوار المسجد النبوي يعني في حارة الأغوات ما بين البقيع والحرم الذي الآن يعتبره جزء من التوسعة من توسعة الملكة هذا يعني إساس بالحرم فذلك فضل الله يعني الحمد لله ثم رجعنا بعد قضاء 14 سنة في المدينة رجعنا إلى بكستان وبعدها بعشر سنوات طبعا في المدينة يعني درست في مدارسها إلى المرحلة المتوسطة حتى ما أكملت المتوسطة ثم رجعنا إلى بكستان وفي مدينة كراتشي بالتحديد أكملت إلى الثانوية ومن بعدها سنحت لي الفرصة بعد عشر سنوات العودة إلى عدت أنا في المدينة أول لأنه كانت لي أخت أيضا في المدينة فعدت للمدينة لكن ما الظروف فانتقلت إلى الرياض من عام 1417 لأنه كانت لي أخت أيضا في الرياض واللي انتقلت إلى كندا فمن عام 1417 إلى هذه اللحظة أنا موجود في الرياض شيخ فضل أبي تحدثني عن نشأتك في المدينة وخاصة وجودك في حارة الأغوات اللي الآن أنصبحت جزء من الحرم ما كنت تشاهد هل كان الأئمة ذلك الوقت أئمة المسجد النبوي يمرون عليك المؤذنين هل في بالك الآن وفي ذهنك أسماء معينة تذكرهم؟ طبعا ونحن نعيش في حارة الأغوات لا أتذكر أسماء لكن نحن كصغار كنا نشاهد أشخاص كده لابسين بشت وكان الوالد يقول هذا الإمام وهذا المؤذن وهذا خاصة للإمام يعني الأئمة كان يمرون من نفس الشارع المتجهين للحرم لأن الأزقة ممكن نقول عليها لأنه ضيقة حتى سيارة لا تدخل فيها كان يمر وهذه لا زالت حتى نحن كنا عايشين في بيت بسيط جدا إذا هطرت الأمطار الماء كانت تنزل من السقو لكن بعدها لما انتقلنا إلى حي آخر وكبرنا شوي ثم نأتي مع الوالد الحرم فالمشايخ الذين يتذكرون هم صليت خلفهم الشيخ عبداليد بن صالح الشيخ عبدالله الزاحم الشيخ عبدالله الحذيفي الشيخ عبدالله جبرتي رحم الله من مات منهم الشيخ محمد علي ثاني كان هذا إمام كان يأم أحيانا في صلاة العصر وكان مختص في رمضان بصلاة الوتر في العشر الأواخر الوتر التي كانت تلي التراويح وأظن آخر سنة أم فيها الشيخ كان عام ٤411 وطبعا بعده من عام ٤414 صار الوتر يؤخروه إلى ما بعد التهجد جميل حدثني عن الصوت اللي كان يأسرك قبل أن يدخل محمد أيوب في الخط عندما كنت صلي مع الوالد في المسجد النبوي ما هو الصوت التي تتمنى أن تصلي خلفه وتستمتع بتلاوته؟ والله أنا في الفترة هذه قبل الشيخ محمد أيوب مآذن الحرم هذه لها وقع عجيب جدا على الذين يعيشون داخل المدينة حتى في طرفها كذا يعني نحن في يوم من الأيام سافرنا إلى مكة ومنها إلى جدة كذا في يوم الجمعة كذا شعرنا بشيء ينقصنا يعني في جدة صلاة جمعة مآذن الحرام وشيء كذا كذا وكنا نستغرب كصغار يعني مثلا ليش أنه يعني هنا ما في حرم اللي عايش وهذا فعلا صباح جوز من تكوينكم أيوة الشعور بهذا الشيء فعلا يعني طبعا من المؤذنين اللي كنا نسمع لهم ونتأثر بأصواتهم عصام بخاري عبدالعيز بخاري أيضا في عبد الملك نعمان الله يرحم وفي أصوات حتى ما نعرف أسماء حتى الآن يعني إلها اللحظة أيوة إلها اللحظة لأنما يعني في الأذان أسماء المؤذنين يعني ما تعمقت فيها لكن بمجرد سماع الصوت ممكن تذكر وقول يا أخي الأيام الجميلة والإشياء هذه دجاني تسجيل قديمة جميل طيب متى بدأ صوت التلاوة يعني يشنف مسامعك وبدأت تميز وبديت تختار القراء يعني أو ممكن أسألك بطريقة أخرى من هم القراء الذين يعني تستهويهم أذن فضل الرحمن طبعا في البداية في الفترة اللي كنا نصلي فيه بالحرم وهذا أنا شخصيا كنت متأثر بالشيخ علي الحديفي يعني من أحب القراء إليه ولازالوا يعني كنت أسمعها ومن ثم لما بدأت كنا نستمع التسجيلات خاصة أجواء رمضان في الحرمين يعني مختلفة جدا فالقراء اللي أمين لهم أكثر شيء يعني قبل مجيء الشيخ محمد أيوب الشيخ علي الحذيفي والشيخ علي جابر يعني وقراء غير الحرمين قراء غير الحرمين يعني ما كنا نسمعهم في تلك الفترة ما كانت فيه تسجيلات كثيرة أو هذا لكن يبقى أعلام التلاوة والقراءة الشيخ عبد الباصد وشيخ محمود الفلي الحصري وشيخ محمد صديق الميشاوي يعني يبقون هؤلاء يعني في يعني أسماء لابد أنها تذكر يعني أيش أسماء طيب نجي للقارئ الشيخ محمد أيوب متى أول مرة استمعت لأه محمد أيوب أنا استمعت أول مرة للشيخ محمد أيوب في أول سنة أم فيها عبر المذياع يعني كان فيه اهتمام بعد ما يعني رجعنا لبكستان ما تيجي أجواء رمضانية وإلا نصلي التراويح طبعا هناك متقدمين بساعتين عن توقيت السعودية في بكستان نصلي التراويح ونرجع نهدأ شوية كده ربع ساعة نص ساعة ثم ننتقل عن طريق الإذاعة مستمعين سواء المسجد النبي والمسجد الحرام إذاعة القرآن الكريم السعودية إذاعة القرآن الكريم أو عند المدينة كان البرنامج الثاني أيضا وإذاعة الرياضة أيضا كانت تتحول في العشرة أو آخر أيضا تنقل هذه كنا متابعين والله كانت أيام بالنسبة لنا يعني حتى فيه صعوبة في الإرسال يعني تعرف الأجواء تأثر على الموجات الصوتية والإذاعية وهذه كانت فيه لكن كلها فالحمد لله يعني استمعت له في أول الليالي كمان حتى كانت فيه لخبطة شوية في الأيام الأولى يعني هذه معلومة لما رجعنا في عام 1707 أو رمضان 1408 كان الاهتمام كله بتراويح مكة اللي كان يقوم فيه ثلاثة أئمة الشيخ عبد الرحمن السديس وعلي جابر وعلي الحذيع فيه وكل إمام كان يقرأ بمفرده في تلك الليلة يعني ليلة كاملة بعدها السنة اللي بعدها أيضا كان الاهتمام بتراويح مكة إضافة معهم الشيخ صالح بن حميد السنة اللي بعدها وكنت يعني منتظر لهذا أولا باستغلب بصوت جديد الصوت يعني جديد هذا من هذا وأين الشيخ علي جابر يعني حتى الشيخ علي جابر مهم موجود وأتفاجأت أنه الشيخ إبراهيم الأخضر متواجد مع الشيخ علي الحذيع في مكة وهم كانوا أئمة في المسجد النبوي وفي المدينة في الليلة الأولى الشيخ بمفرده لا أعرف اسمه لكن فعلا أثر فينا يعني التلاوة جميلة هادئة متقنة وصوت جميل عذبي يعني فعلا جدا بعدها تفاجأنا بكم ليلة في ثلاثة ليلة الليلة الرابعة الخامسة السادسة بوجود إمام آخر معه من هو؟ هو الشيخ محمد عابد بس لا نعرف لا اسم هذا ولا اسم هذا إلا بعد ما انتهى رمضان يعني الزوار المعتمرين في واحد من الإخوة كده جاب ختمة المسجد النبوي وكان مكتوب عليها الشيخ محمد أيوب الله هذه كانت بالنسبة لنا يعني بداية التعرف بداية التعرف على اسمه من أصله لا ندري عن أي شيء إذا أنت عرفت لمحمد أيوب وأنت فكرات شيء أيها وفكرات شيء وطبعا المتابعة سنويا حتى يعني ما نذكور يعني نحن من أسرة فقيرة وكذا خرب الراديو ففي سنوات استعرت الراديو من بعض الزملاء والجيران حتى استمع يعني هذا اتذكرها في عام 1413 و1413 و15 كنت استعرت الراديو من ناس آخرين يعني سستمع لهذه التلوات يعني طيب وبعدها حصل أنه يعني أول مرة رأيت الشيخ محمد أيوب رحمه الله يعني في التلفاز بعد ما عن طريق السترايت يعني القنوات الفضائية سألت كم هذا هذه أول مرة رأيته في تهجد عام 2016 هذه أول مرة أراه يعني ما كنت يعني كان دايما يبدو في تصوري كيف يكون هو وكيف يعني كان في بالي أنه هذا ما شاء الله تبارك الله ربنا يعطاه من النفس والإتقان وسرعة التلاو وهذا ليس بشخص عادي يعني هذا كان في بالي هذا يعني صاحب موهبة عظيمة سبحان الله هذا كان في بالي يعني وبعدها لما رجعنا في عام 1417 يعني هذه مرتين حسرت على على موقف يعني كانت الأمنية أني أصلي خلفه في المسجد النبوي في عام 1417 يعني بسبب الوظيفة الجديدة وهذا يعني ما طلعت من الرياض إلى مكة إلا في الليلة المتأخرة يعني وصلت المدينة يوم 29 وكان كنت متشوق أني أصلي خلف الشيخ يعني كانت في التهجد إلا وأنا ذاهب للحرم بعد صلاة المغرب يعني يعلن أنه بكرة العيد يعني هذه حسرة واحدة حسرة بعدها بسنة أخذت إجازة من العمل في منتصف رمضان قلت هذه المرة لازم فرصة فرصة يعني أخذ لي عمره يومين ثلاثة في مكة وبعدين العشر الأواخر في المدينة إلا أتفاجأ أنه فيه أئمة جدد طبعا الأئمة جدد من بداية رمضان لكن كان برضو فيه أمل أنه يا أخي طيب يجيبوه في التهجد يعني خلينا نصلي خلفه لكن تفاجأت أنه ما كلف في هذه السنة التهجد لكن صليت خلفه في قبا وقابلته وهديته شريط كنت أنا معتني بيعني بنشر بداية نشر تلاواته يعني فجمعت كده من سنتين من عام الفرمية وخمسة عشر والفرمية وستعشر وكلمت بعضها من رواد التسجيلات في الرياض فجمعت له المادة قلت له هذا إيش رايك لو نصدر شريط فهو وافق والحمد لله يعني اصدرت شريط وكنت جبت نسخة منها وهديته للشيخ بعد صلاة تراويح في قبا وهذا أول لقاء لي بالشيخ أول لقاء كان في قبا أيها في مسجد قبا سلمت عليه أيها بعد الصلاة كيف كان شعورك لما سلمت عليه وعرفت بنفسك طبعا يعني هذا الشعور لا يوصف وكان يعني بالنسبة لي أنه الشيخ بالسلوب اللي قابلني فيه كانت مفاجئة يعني كنت ما كنت أتوقع أنه يكون الشيخ بهذه البساطة يعني مع أنه كانت فيه هيبة أنه والله هذه ترى إمام حرم يعني ما هو مبسو لتكلم ولا لكن كل بساطة حتى لدرجة أنه أذكر أنه هو على طول طلع القلم وبخطه الجميل للشيخ ما شاء الله خطه جميل يعني فيم بخط الرقعة كتب لي أربع رقام بيجر وجوال ورقمين اللي منزلوا تواصل أيوة تواصل يعني الشيخ محمد أيوب يمتاز سلمك الله بتنوع الأداء يعني اليوم نسمعنا تلاوة في يوم ليلة الثلاثة وعشرين ليلة الثلاثة وعشرين تلاوة مختلفة صحيح هذا وقع تتعجب لو أقول لك أنه ممكن في نفس الليلة وهذا حصل يعني حتى في ليالي جميلة كده في تهجد 11 كان ترتيب مغاير جدا للسنوات الأخرى طبعا في الحرم النبوي كان يشهد ختمتين في رمضان هذا حتى عام 1407 آخر ختمة كانت في التهجد كان ما شاء الله يعني نخلص من التراويح بعدها بنص ساعة أو 45 دقيقة يقومون للتهجد ومقدار التلاوة كانت تقريبا فوق ثلاثة أجزاء ثلاثة أجزاء ونص تقريبا يعني كان يعني الحمد لله أنا حضرت ختمتين يعني في عام 1405 و 1407 حتى في 1407 تذكر أنه الشيخ عبدالله الزاحم رحيم الله ثم يأتي الشيخ علي الحذيفي السنة هذه كما كل في الحرم المكي ثم بعده الشيخ عبداليد بن صالح ثم الشيخ إبراهيم الأخضر ثم يرجع الشيخ إبراهيم عبداليد بن صالح وكان المسجد النبوي يعني يسمعون لأربع أدعية أول شي ختمة التراويح بعدها الوتر كانت منفصلة ثم يأتي إش اسمه ختمة التهجد وبعدها الوتر طبعا اللي كانوا يوترون مع التراويح ما كان يصلوا لكن هذه كانت يعني كنا نسمع لأربع أدعية في ليلة واحدة والشرح عبداليد بن صالح في ليلة الختمة كان ينفرد لوحده في التراويح يعني عاما كان يشارك الشيخ عبدالمجيد جبرتي رحمه الله لكن في ليلة الختمة كان هو يصلي بمفردي نرجع للتنوع التنوع التنوع في التراويح طبعا الشيخ يعني الناس تستغرب من موهبة الشيخ في هذا الجانب يعني التنوع أيش السر في نظرك في سؤال أنا مرة طرحته على الشيخ كده في لقاء ودي شي اسمه أعلم موضوع أنه هل الشيخ يعتبر من المشايخة والقراء اللي تعلموا المقامات ولا شيء هذي كده أبدا الشيخ أنكر الشيء ده هو أخذها بالتلقي من شيخ الشيخ خليز الرحمن قار لكنه سبحان الله ما في مقام قراء فيه إلا وأبدع الشيخ يعني ممكن نقول بالعامية الذهب أو هذا يبقى ذهبا يعني مهما غيرت شكله لكن أنت ممكن بالخلال تأملك في تراث الشيخ لاحظت أن بعض يعني مثلا تتبعت آية مثلا كل سنة يختلف أداء أنا سألنا قبلها أم لا يختلف وممكن أحيانا يرجع بنفس هذا لكن الاختلاف موجود وهذا سر أنه محبين الشيخ حريصين على أن يحصلوا أو يستمعوا لكل تلاوات الشيخ يعني في مشايخ يأمون من سنوات طويلة يعني يستمع له تلاوة ثم يجي يقول خلاص أنا استمعت له يعني ليش يكون عندي تسجيل آخر له هو لكن الشيخ المحمد أيوب الوحيد ممكن يكونه أيما آخرين بس في وجهة نظر أنه الوحيد الناس تستمع لكل تلاواته يعني ممكن أعطيك مثال على ذلك في هذه تلاوة قراءها في أول سنة له أرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وصالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وأمهاتكم التي أرضع لكم وأخواتكم من الوضاع وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم به فإن لم تكونوا دخلتم به مثلا دناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بلما العفد إلا ما تحسل إن الله فان غفورا رحيما هذه كانت في عام أول سنة له في التراويح في 1411 نفس الآية تهجد أرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم وربائبكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهم فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا وحيما هذه كانت من تهجد 1411 الآن تهجد 1411 حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أوضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما يعني هذه كلها في الحرم جميل في سنوات مختلف وشوف الأداكم ماذا تقرأ في الثلاثة البقاطع هذه الآن أنا أقرأ شخصيا في نضج يعني الأخيرة أكثر نضجة من الأولى والثانية فيها طبعا هذه الأشياء طبعا لو جئنا نحلل فيها أشياء كثيرة يعني فيها أشياء ممكن أن أحتفظ فيها بنفسي في تحليل تلاوات الشيخ وشياء هذه لكن موجود يعني الشيخ لكن الشيخ يعني حتى السنة الأولى التلاوة رائعة جدا يعني هذه الثلاث مقاطع أنا أتوقع لو خيرت الناس ما بينهم أيهما أجمل هيختلفوا صحيح صحيح يعني الثانية كانت حجازية في تهجد ألف وفرمين وحد عشر فأقول لك هذه طبعا غير الأداءات المختلفة الشيخ أنا جبت كمثال فقط الآية هذه طيب الشيخ أغلب تلاوة حجازي لا الشيخ ليست أغلب تلاوات حجازية القراءة الحجازية ربما يعني هو اشتهر فيها بسبب يعني شهرته عند أهل الحجاز وشهد لكن يبقى هو مبدع في أغلب المقامات يعني هو مبدع يعني والقراءة الحجازية هي مجرد جزء يسير من إبداعاته يعني لكن هل الشيخ علي الشيخ محمد أيوب يعد ممن ساهم في نشر التلاوة الحجازية في العالم طبعا أكيد يعني بعد شوفت التلاوة الحجازية هي كانت موجودة من أول يعني طبعا أنا ما كنت تدري أن هنا تسمى قراءة حجازية وتلاوة حجازية وهذا لكن كنا نستمع ل أنا أتذكرهم الشيخ محمد صديق الميمني رحمه الله يعني هو اللي كان يقرأ بهذا المقام لما سمعت الشيخ طبعا الشيخ أول مرة يقرأ حجازي في الحرم كان في تهجد 1411 طبعا كقراءة كاملة وإلا كانت له بعض يعني كان ينتقل في آية آيتين ويرجع حصل هذا حتى في تهجد 1411 لكن أول قراءة حجازية قراءة الشيخ يعني كاملة في الصلاة يعني تسليمة كاملة كذا كانت في عام 1411 لهذه نفس التلاوة هذه حظ لماذا عليكم بعدها يعني هذه الآية حرمت يعني تعتبر أول مرة يقرأ الشيخ حجازي في المسجد النبوي حجازي إذا خذنا قراءة كاملة في الصلاة وإلا قبلها كانت له بعض المقاطع والانتقالات انتقالات ينتقل في آية ويرجع نذكر في تهجد 1410 في أواخر سورة الكهف كذا انتقل ورجع وحتى الليلة التي قبلها في سورة آل عمران في آية أظن لله على الناس حجو البيت هذه قراءة حجازية ورجع لكن كصلاة كاملة مثلا في التسليم هذه يعني كان يقرأ ربع جزء تقريبا قراءة كل كاملة حجازية ثم والتسليم يعني كان في ترتيب عجيب في 2011 لم يضل كان مقسم التسليمات ما بين الشيخ محمد servers يعني كان يصل الشيخ محمد ييوب تسليم ثم يأتي إبراهيم الأخضر ثم يرجع الشيخ محمد إيوب ثم يأتي الشيخ شيخ عبداليل بن صالح كان يقرأ م يتياس الموطن ويقنط يعني هذه ما تكرر يعني في الحرم النوبي وكان مقدار تقريباً كل شيخ في تسليمه واحدة هو ربع جزء كانوا يقرأ جزء كامل وهذه الحمد لله موجودة في قناة الشيخ محمد أيوب وتكلمناها عن طرح التلاوات قرها المدينة موجودة كلها التلاوات الشيخ محمد أيوب له تلاوة نجدية تحدثني عنها التلاوة ماذا قصتها يبدونها فريدة جداً لم يقرأ نجدي كثيراً غالباً قراءاته حجازي وغيرها هذه القرآن الممكن لتقصد فيها محاكاته للشيخ عبداليد بن صالح هو قراها والتسجيل موجود يعني قراه في تهجد مسجد قبا عام 1426 يوصيكم الله في أولادكم للذكر يحق الأنثين فإن كن نساء فوق أثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبغيه بكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثا أبغاه فلهمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه الثلث من بعد وصية يوصي بها أوليد طبعا هذه قصة التلاوة هذه سألتوا يعني إيش سبب محاكاته في هذه الليلة بالذات يعني فحكى للشيخ قال إنه الشيخ محمد عابد كان يقرأ في تلك السنة يحاكي الشيخ عبداليد بن صالح فتعرف القراءة يأثروا على بعض فدخل هو بتسليمه هو بعده محمد أيوب الشيخ أيوب بعد محمد عابد كان في التراويح والتهجد مع بعض فالشيخ عبداليد بن صالح طول رمضان كان محاكي لشيخ عبداليد بن صالح فيها ويبدو له هو النوع من الرد الوفاء لشيخ عبداليد بن صالح أكيد 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 الشيخ عبدالعيز هو الذي اختار الشيخ محمد أيوب ورشحه هو يعني أكرمه بإمامة المسجد النبوي طيب شيخ هل هناك قراء آخرون حرص الشيخ محمد أيوب على تقليدهم ومحاكاتهم؟ نعم يوجد قراء يعني هو الشيخ قرأ فيه له مقطع يعني قرأ بالتحقيق يحاكي فيه الشيخ محمد صديق المنشاوي يا سلام كان يحاكي الشيخ علي الحذيفي لكن بأسلوبه يعني الشيخ علي الحذيفي كان قراته في الحذر سلسة فكان هو حتى يعني حكاه في الحرم في عام 1412 في سورة مريم وطاها المنقراء وأيضا في مسجده في مسجد عبدالله الحسيني في عام 1407 أغلب التراويح كانت محاكاة أو يعني نقولك مع شوية ترميم في الأداء يعني وضع لمسات الخاصة أيو يعني كان هذا يعني موجود يعني الشيخ والشيخ سبحان الله يعني سمعت أنه وحاكي الشيخ زكي داغستاني أيضا وسمعت من بعض المحبين أنه يستطيع طبعا أتذكر في عام 1429 حضر الشيخ إلى الرياض في رمضان في الخمس ليالي الأولى صلىها في الإمارات ثم حضر هنا في جامعة الإحسان في الرياض وحضرت أنا فإمام الجامعة الطبيب دكتور القارئ عمرو جمال حكا لي هذا القصة والشيخ في كده يعني في جلسة كده بيني وبينهم حكاه هو كمان فيبدو أن الشيخ صاحب موهبة في هذا الجانب يعني طيب إذا جاك شيخ شخص وقال لك أنا الآن مسافر أبركب سيارتي ست ساعات سبع ساعات وأبغى تعطيني تختار لي تلاوات للشيخ فيها بهجة فيها تعرف السفر يحتاج أنك تكون يعني تصحصح فاختار لي تلاوات تقول لي صورة مثلا كذا هذه في السفر معك تمام موضوع السفر طبعا ما أقدر أحكم عليه لأنه هذه مزاج القائد المركبة في جلسة لكن في تلاوات كثيرة للشيخ يعني مميزة بمتنوعة متميزة واشياء هذه موجودة كثيرة هي مشكلة تلاوات الشيخ يعني وآراء المحبين والمتابعين لأنه في الشيخ يتميز بيت لا يختلفوا فيها يعني النتيجة المحصلة الأخيرة أنه هي الموضوع ليس في تميز وشياء الموضوع الاختلاف في إيش هي الأكثر متميزة في تلاوات الشيخ يعني هذه لكن في تلاوات كثيرة موجودة وأنا حريص أني بدل ما اجتز بعض المقاطع وانشره وهذا أن تكون التلاوات للمجموعة كاملة يعني في حسابات الشيخ ينشر التلاوات الشيخ له ختمتان أليس كذلك؟ كتسجيل أيوة من غير الصلاة نعم هو سجل ختمتين الأولى اللي الكل يعرفه هي مصحف مجمع الملك فهد طبعا هذا كان بتكليف له أنه يسجل مصحف بالقراءة الحجازية المكية هكذا يعني وصلوا التكليف يعني وقرأ ويعتبر حجازي لأنني سألت الشيخ فيها هل يعتبر لأنني أنا لا أفهم في المقامات والمدارس هذه لكن سألت خصيصا بهذا الجانب هل يعتبر مصحف المجمع قراءة حجازية قال لي نعم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا هذا المصحف سجلوا في عام 1111 جمع الملك في هذا وله مصحف آخر ختمة أخرى هذه سجلت قبل مجيء للحرم في عام 1104 اللي صالح تسجيلات النجاة الإسلامية كانت موجودة في المدينة تسجيلات النجاة تسجيلات النجاة الإسلامية في المدينة سجلوا وسجلوا في المنزل يعني ركبوا لأجهزة وهذا وسجلوا طبعا قد يكون فيها فواد في شيء اسم هذا لأنه بدون مراجعين هو اللي كان يراجع بنفسه هذا التسجيل تعرف التسجيل المرتل يحتاج تدقيق والاشياء كده لكن ميزة هذا المصحف أنه أخذ راحته فيها في التنقل طبعا ما في شيء حجازي لكن أخذ راحته فيها في الأداء والتنقل والاشياء هذه التنقل وهذه موجودة ومشاعة؟ الحمد لله يعني أبا يعني في السنوات الأخيرة نشرناها في حساب تلاوات الشيخ حمد أيوب يعني يعني بالقناع أيها هذا تستمعوا شيء منها بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهرونه بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحفط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغطون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى سهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون كامل موجود يعني حدثني عن تلاوة الشيخ في المناسبات يعني المناسبات الرسمية للدولة مثلا هل هي كانت كثيرة قليلة مشاركاته؟ طبعا في المدينة مشاركاته الرسمية كان دائما هو القارئ المحبب لدى الأمير عبد المجيد بن عبدالزيز كان دائما يدعوه شيئا مناسبات الجامع أيضا في استقبال الملوك بشهادة كان يحضرها يعني حتى في تسجيل موجود له في افتتاح المنطقة المركزية في المدينة في عام الفرمية 19 هذه كانت بحضور الملك عبدالله رحمه الله يعني الأيام هذه كان وليا للعهد يعني في افتتاح المنطقة المركزية وأيضا في مناسبات عديدة يعني كانت موجودة وأيضا له مشاركات خارجية يعني ليس فقط أتذكر في عام الفرمية 15 في باكستان في تجمع القراء والمقرئين في باكستان في مسجد الملك فيصل له يعني مشاركة في مسابقة القرآن الكريم في ماليزيا 1408 أيضا حضرها الشيخ وهذه محفوظة لديك؟ هذه وأغلبها موجودة يعني لكن في مناسبات كثيرة عديدة لا توجد لها تسجيل يعني لكن عامة حتى في مناسبة كانت الملك سلمان حضر الملك سلمان في الجامعة الإسلامية أيام لما كان أمير منطقة الرياضون فهو أيضا قدم للتلاوة في هذه المناسبة أيضا هذه الملك سلمان موجودة يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك وفور رحيم متى كان يبكي محمد أيوب؟ هل وقفتم مع الأثناء تلاوة معينة؟ يبدو لي قليلة جدا يعني ليس كذلك؟ أيوة هي قليلة جدا لكن تلاواته عامة خاشة أيوة أيوة يعني في تلاواته له مقاطع حتى انتشرت في هذا في عام 1709 في آخر سورة إبراهيم له مقطعة سبحان الله أنا سمعتها قديما لكن لما انتشرت صار لها صدى واسع جدا سبحان الله فكانت مقطعة رائعة أيضا له آيات خاشة لكنها كبكاء قليل لكن كتلاوة ممكن يبكي الناس في الخلف صحيح وأيضا له تلاوات يعني مثل هذه تلاوات 1710 التي استمعناها حرمت عليكم هذه تلاوة سبحان الله يعني أنا سأتسمع وَمَا لَكُمَّا تُقَادْلُونَ فِي سَبْلِهِ اللَّهِ وَنُشْتَطَعَ فِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْنِّسَاءِ 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 وَالَّذِينَ كَفَرْنُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَهَذِي قَرْنَةُ الظَّيْمِ أَحْلُهَا وَاجْعَلْنَا مِنَّذِينَ مِنْ تَنْصِيرًا الَّذِينَ آمَنَ مِنْ قَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرْنُ مِنْ قَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّارِهُ فَقَاتِلُ أَمْ لَا الشَّيْطَانِ إِنَّ دَيْفَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ فَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُونَ هذا توقع أول مرة تسمع التلاوة دي لا كنت أسمعها وأنا في الثانوي هذه التلاوة؟ نعم كانت كاست كان عندي في كاست هذه التلاوة ممكن تكون شبيهة بها هذه تلاوة من عام 1929 في جدة 29؟ لا بس أذكر في تلاوة سورة الحجرات الحجرات موجودة هذه اسمه في عام 1912 قرأ في الحرم قريب له قرات هو التنوع سبحان الله لو تتعمق في تلاوة الشيخ ما تقرأ تحصيها طيب سؤال شيخ فضل الشيخ له مكانته في العالم وصوته وتلاوته انتشرت في أسقاع العالم والله الحمد هل وقفتم على أناس استمعوا إلى الشيخ مثلا غير مسلمين شمده يعني تأثرهم بتلاوة الشيخ محمد أيوب والله هذا الجانب أنا ما أستطيع أجيب عنه لأنني قليل السفر ما سافرت هنا لكن التأثر موجود يعني مثلا عندنا في باكستان كثيرين يحاكوا الشيخ محمد أيوب خاصة الأداء اللي كان في العام الأول له في الحرم معجبين فيه ويحاكون هذا استمعته أنا بنفسي الشيخ محمد أيوب مدرسة؟ أكيد هذا يعني لا خلاف في ذلك لكن الشيخ يعني خلينا نحكم عليه بدلائل وشهود يعني شيء اسمه أول شيء يعني لما نتكلم عليه يقول رأيه الشيخ عبداليس قاري رحمه الله عن الشيخ محمد أيوب أنه أفضل إمام خلال الخمسين عاما وقف في محراب التراويح هذه شهادة تكفي شيء اسمه المشاركات في لو تدخل على المنتدات القرآنية وهذا تلاقي مشاركات كثيرة مكتوب عليه تلاوى أيوبية هذه ما جاءت من فراغ يعني حتى ليس فقط في بلاد الحرمين يعني هذه حتى موجودة في بلاد المغرب العربي في أماكن أخرى بتلاوى أيوبية بعدين لما يعني أكبر دليل أيضا على ذلك يعني كلها شهادات تشهد مدرسة أيوه مدرسة أنه لما يأتي الشيخ أحمد طالب اللي هو إمام في الحرم النبي ويحاكي الشيخ بأسلوب يعني اسمعكم تلاوة في البداية للشيخ محمد أيوب فما لكم في المنافقين بئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فأخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا هذه من تهجد ١٤١١ في نفس شفت الليلة التي قرأ فيها القراءة الحجازية هذه في التسليم التي قرأت شفت أداء مختلف جدا مختلف جدا ما شاء الله تعرف كل الركعات هذه خلاص من الكثير ما نستمع وهذه في الداكرة جميل الشيخ أحمد طالب في عام ١٤١ طبعا هو يحاكيه في مواقع مختلفة لأنه أيضا حسب ما علمت أنه متشبع باستماعه لتلاوات الشيخ محمد أيوب يقرأ باسلوبه لكن في عام ١٤٩ قرأ نفس الآيات تقريبا بنغمة مشابهة بقراءة مشابهة ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فاخذوهم واقتلوهم حيث وجدتمهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا هذه كلها شواهد قوية جدا لأنه في مدرسة اسمها مدرسة لي ويبدوني محاكاة كثيرة من الناس في العالم كلا تحاكي كثير يعني في محاكاة كثيرة حتى واحد من أبناءه أيضا يحاكي يعني من محبين الشيخ وهذا ناس كثيرين يحاكون يعني لكن أنا جبتها كرمزية مثلا أنه في محراب الحرم يحاكي إمام حرم آخر وبنفس الأداء وهذا يعني يعتبر فعلا دليل قوي على أنه في مدرسة أيوبي شيخ فضل لك فضل بعد الله سبحانه وتعالى في الحرص والحفاظ على جمع تراث الشيخ محمد أيوب متى بديت تجمع وحدثني عن إلى هذه اللحظة ماذا تفعل حاليا نشتج معه متى جاءتك فكرة أنك تنشق أنا باسم الشيخ محمد أيوب طبعا الحرص على التلاوات الحرمين بشكل عام يعني كانت موجودة في السابق خاصة بعد ما سافرنا من المدينة إلى بكستان فكان يعني الحرص أحيانا لو كنت أعلم أنه في شرق المدينة شخص لديه شريط أتى به وهو ذهب للعمر وأتى به وهذا كنت أذهب له يعني من الشرق للغرب حتى أصل على هذا الشريط وحتى لما أتيت أنا لرجعت في السعودية عام 2017 حرصت أني أكون قريب من جو التسجيلات فعملت لمدة عامين تقريبا في تسجيلات أحد يعني كانت لهم مصنع للأشرطة في طريق الملك فهد فعملت فيه يعني مدة وكانت يعني بدأ التعرف على مصادر لكن كنت أتعجب كثيرا من عدم وجود إصدارات كثيرة للشيخ يعني المعروف عن الشيخ محمد أيوب كان مصحف المجمع يذاعف الإذاعة وأيضا موجود على شكل ختمات في التسجيلات ويعني أربع وخمس إصدارات فقط من تراويح الفبعمية وعشرة ما كان في سبيلات طبعا الحرص على أني أحصل على أي شريط للشيخ محمد أيوب كان في أولويات يعني يعني أوكي أنا استمع لقراء آخرين لكن أني أحرص على اقتناء أشيط الشيخ محمد أيوب أبحث عنها هذه كانت في الأولويات فعن طريق البحث يمين يسار كذا فحتى وصلت للمكتبة الصوتية في الحرم المكتبة الصوتية في الحرم يعني في الفترة هذهكة ما كان عندهم إلا مصحف كامل يعني يقول في مصحف الفرمية وعشرة إنه المجمع لا لا مصحف الفرمية وعشرة التراويح تراويح الختمة هذه اللي موجود يعني فزرتهم كذا مرة حتى لما أتيت قبلها في العمرة ذهبت لهم قالوا تأتيبا بأشروطة ننسخ لك هذا المتعام فقلت له طيب ١١١١١١١١١١١١١١١١١١ قالوا هذه ما هي متوفرة الآن موجودة يعني؟ هي موجودة أكيد يعني في المتعام لكن ما هي متوفرة طبعا ما أعطوني معلومة إنها موجودة لك هذه المتوفرة هذه الفارس تختار منها وننسخ لك حتى يعني لما بدأت أتعرف على ناس وهذا بدأت ألح عليهم يعني يا أخي أريد التلاوات هذه لأنني كنت أسمعها عن طريق الإذاعة وأريد جميع تلاوات الشيخ محمد أيوب فأول مرة حصلت على التهجد ١١١١ عن طريق واحد من العاملين في المكتبة الصوتية يعني أرسلني إليه شخص قال للشخص هذا يريد كذا فقال طيب يحضر لنا أشروطان من سخلكية هذه كانت في عام ١١١٨ تقيبا ثم بعدها رجعت في رمضان وحصلت على تراويح ٤١١١ كاملة باستثناء ليلة وليلتين كانت ناخذ يعني كل سنة ١١١١٣ يا سلام بدأت هذه أخذتها نسخة ما كان شعورك لما تأخذ كل مرة تأخذ ذلك؟ كل ما يعني مثلا أستمع لشريط وهذا يعني كل شريطة وكل تلاوي أحصل عليه كان بمثابة كأنه يوم عيد لي يا سلام وكانت هذه الأشروطة دائما معي حتى في العمل لما كنت هذا كان عندي مسجل والأشروطة بجانبي باستمرار للأشروطة نستمعها 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 وكان يكون هناك ترديد في أخطاء هذا الشيء وأنا يعني ممتن جداً له حالياً مؤذن في المسجد النبوي الشيخ عبد الله حطاب هو يعني يسر لي هذا الشيء ووهداني هذه الأشرطة سهلاً فاحتفظ بها وكانت لي رغبة شديدة جداً أني عرضتها على كذا تسجيلات أنها تصدر إصدارات منها لكن تعرف التحول إلى التسجيلات هذه كانت كلها على أشرطة عادية يعني في منها حتى الصفاء فيها مهوب هذك الجودة فالتسجيلات تريد جودة عالية لكي تعمل إصدارات وشالك فما تبنتها أي تسجيلات يعني في الفترة هذه كان وخاصاً مع دخول التسجيل الرقمي في الحرم اللي بدأ من عام الفرمينة 15 يعني التسجيلات على أشرط الدات كانوا يسجلوها فإلا قبلها لكن أنا كنت أدرك أنه قراءات الشيخ محمد أيوب وقراءات الشيخ علي جابر من حتى لو كان التسجيل رديع له طعمه الخاص أي طعمه الخاص مثل ما ندول نحن مثلاً تلاوات الشيخ المنشاوي في الحفلة الفلانية أو الشيخ عبد الباسط والشيخ الحصار هذه تبقى أنا يعني كنت متأقن من هذا الشيخ فهمت ولما رفضوا أو أنه ما ما استحسنوا الفكرة وهذا فبعدها بسنوات طبعاً الكنوز هذه محتفظ فيها ما ما ضيعتها يعني بس كانت في بعض الليالي تنقص يعني في بعض الأشرطة كده حتى نبهت المكتب السلطية وكن كل سنة أزورهم ألح على أنه وفينا النواقص هذه حصلنا بعضاً منها وبعضها لازالت يعني ما هي موجودة فسبحان الله طلعت فكرة أني التغير طبعاً في الفترة هذه كانت أشرطة ثم بدأت تسيديهات فقلت ليش ما أنا شوية أتعلم هذا ونبدأ على الأقل نصحح التلاوات هذه يعني فأخذت جهاز آخر غير جهاز التصميم جهاز آخر بدأت أتعلم بعض البرامج الصوت وبديت أصححه فبديت مشروعي لأول بدأ يعني كان عندي نية أنه هذه الأشياء لازم تنشر ويستمعها الناس يعني هذه كانت موجودة هي موجودة عندي يعني ما ما فرقت سمعها يعني من جانب لكن كان في يعني كنت حريص أن الناس كمان أيضاً تستمع لأنه اتفاجأت أنه أغلب الناس يعني تلاوات الشيخ محمد أيوب يا تراويحة الفرمينة عشرة يا مصحف المجمع بس ما يدروا عن أي شيء بقية هذه ما يدروا عنها أسبابها في الفترة هذه التلاوات المشتركة غير مرغوبة في التسجيلات يعني يعني أحبت اللي تكون منفصلة فما أصدروا شيء يعني في هذا إلا يعني على استحياء بعض الأشروط البسيطة يعني فبدأت المشروع أول شيء بدأت بمصحف الفرم 111 يعني قلت هذا لأنه في جزء يعني 50% الشيخ محمد أيوب و50% الشيخ إبراهيم والأخبار بدأت فيه وسبحان الله بعدما خلصت كده بدأت يعني حسب خبرتي أعطيت نسخة للشيخ محمد أيوب ونسخة للشيخ إبراهيم والأخضار يلقوا نظرة عليها شهذا كده فالحمد لله يعني لقيت استحسان منهم في الجانب شهذا وكانت فيه تسجيلات تبتت بناها وهذا لكن ظروف التسجيلات في هذه الفترة بدأت يعني بالتراخي الانتقال إلى مرحلة السيدهات ما وتركست خلاص أيوة يعني انتقال إلى مرحلة السيدهات والأشياء فحصل بعدها بدأ النشر في المنتديات القرآنية فكنا ننشر بعض الأشياء طبعا ما فيه مواقع للرفع قوية مثل ما هي متاحة الآن وشهذا فكنا ننشر والحمد لله عن طريق المنتديات القرآنية لها فضل كبير علينا في التعرف على نسكة مثل منتديات مزامير آل داود منتديات قراء طيبة بحكم طبعا ما هي بقوة منتديات مزامير آل داود لكن بحكم أنها خاصة بالمدينة قراء المدينة كانت فيه مشاركات يعني في هذه الفترة والفكرة بدأت شوية شوية إلى أن المشروع دا مصحف الفرماني 11 شهر توقف شوية بسبب ضعف التسجيلات بعد وفاة الشيخ طبعا قبل وفاة الشيخ كانت فيه عملية نشر عن طريق الواتساب بالمقاطع الصوتية منتاجها رفع في موقع فورتشير ثم وضع الروابط وكان فيه ما شاء الله تفاعل كويس واستحسان كبير وعرفت أن الناس أصلا متعطشين المحبين متعطشين لهذه الأشياء فبدأت بعد وفاة الشيخ بدأت بإنشاء يعني أنا درستي الموضوع من ناحية أني أنا أكثر من الفيديو مهتم بالصوت أنا التلاوة عني هي صوتية أهتم بالجودة فبعد ما تابعت المواقع لقيت أنسب شيء لي في الصوت هو موقع ساوند كلاود يعني كجودة كجودة الصوت هذا فبعد وفاة الشيخ أنشأت حساب بإسم تلاوات قراءة المدينة وقلت على أساس أني ما أظلم من القراءة الآخرين أو يكون يعني برضو من اهتماماتي فكان التركيز عن الشيخ محمد أيوه في المرتبة الأولى من بعد الشيخ إبراهيم الأخضر لأنه هذا أيضا الشيخ الذي لم يخدم الناس تعرفه بس بالتلاوة التعليمية هذا النصح في المجمع لكن له تلاوات جميلة جدا في الحرم النبغي والحرم المكية أيضا لمؤمه في عام ١٤١ فحرصت أني أنشر لهم كل ما هو موجود فبدايت بهذا ومن ثم بعد المحبين أصروا لا أحتاج إلى اليوتيوب وانتقل بعد أن عملت حساب آخر في اليوتيوب باسم تلاوات قراءة المدينة هذا لما انكثرت تلاوات الشيخ محمد أيوب في كثير من المحبين يعني كنت أسمح هنا في كثيرين يتواصلوا معي لما كنت أنشر في الساوند كلاود كانوا يتواصلوا معي وريد أن ننشرها لكن لقيت نشرهم كانت بطريقة عشوائية غير مرتبة غير مرتبة وهذا فقلت لابد من وجود لأن كثرة التساؤلات والشيخ كانت هنا فقلت لابد من وجود حساب خاص بالشيخ محمد أيوب والحمد لله ابن الشيخ محمد أيوب دكتور الزبير تبنى هذا القناة وإن شأنها وهي موجودة وأغلب تلاوات الحرم حالية موجودة فيها اسم القناة؟ قناة الشيخ محمد أيوب موجودة طبعا مراعاة ل يعني رغبات الناس القناة الحمد لله ليست فقط قناة يوتيوب يعني حطيت روابط في صفحة في الفيسبوك قناة اليوتيوب يعني أنا شرعنا في ست مواقع تيليجرام تيليجرام في استماع وفي تحميل اليوتيوب الساوند كلاود طبعا الساوند كلاود كقناة مركزية فقط باسم تلاوات قراءة المدينة لكن موجود فيها كل القراءة تيليجرام موقع أرشيف أيضا وضعت فيه في بعض المحبين قالوا نبقىها على موقع أرشيف طيطة في موقع أرشيف جوجل درايف إذا يبقى واحد يضغط زر ونزل كل التلاوات كلها كلها تنزلها بالتزامن أيوة بالتزامن في فتاة طبعا في البداية كانت مركزية ما تقول لك ساوند كلاود يوتيوب لكن بعد ما هذا الآن خلاص كل الأعمال تقريبا غالبيتها 99% منها بالتزامن يعني في 6 مواقع كل واحد ينزل يرتاح له وما أكثر القنوات أو وسائل التواصل أكثر تفاعل ونشط تجاه هذه التلاوات والله الفيسبوك قوي جدا وإن كان في السعودية الإقبال عليها لكن في الخارج الفيسبوك قوي اليوتيوب يعني كويس بس أنا اللي استغربت سبحان الله في الساوند كلاود جميع القراء اللي موجودين في حساب الساوند كلاود كلهم قراء من المدينة يعني يعني إضافة أن شيخ على إيجابة لأنه يعتبر من قراء المدينة لكن المستمعين واللي تعجبت فيه يعني ما عندي ولا قارئ مصري أصلا في هذا عجيب لكن المستمعين تقريبا في الساوند كلاود ما يفوق تقريبا 70% من مصر والثلاثين و40% من باقي موزعين هذا تعجبت يعني فعلا يعني فأهل مصر دويقة جدا مع أنه ما في ولا قارئ مصري يعني عندي في القناة كلهم من قراء المدينة يعني لكن لقيت هذا الإقبال عليه يعني في الساوند تصلك رسائل مشاعر يعني يعني فيه شيء غريب مر عليك من ضمن الرسائل أو طلبات والله من ناحية الطلبات طبعا الواتساب دائما تجيني طلبات إما بالاستفسار عن التلاوة حتى من ابناء الشيخ يعني استفسار عن التلاوة وفين يحصلوها كاملة أو يسألوني طيب في عام كده نبوة التلاوة الفلانية موجودة موجودة في القناة أرسلهم الرابط والوقت بدون تحديد وقت ومن جميع نحا العالم يعني الناس المهتمين بتلاوات الشيخ محمد أيوب تأتيني التواصل صبح ومساء وليل ما شاء الله ما فيها أي شسم وأنا يعني غالبيتهم لا أعرفهم أيضا يعني لكن أرسلهم الروابط والأشياء كتب الله أجرك هل هناك أو هل تبقى شيء شيخ فضل من تراث الشيخ الصوتي لم يتم نشره بعد نعم فيه أشياء كثيرة لسه ما نشره يعني الذي نشره حتى الآن يعني في حدوث 60% تقريبا من تلاوات الشيخ فيه أشياء حتى فيه ليالي مفقودة هذه جاري البحث عنها لأنها هي مهمة جدا يعني طبعا فيه معلومة ضرورية جدا ننشرها إنها هي أهمية توثيق تلاوات الشيخ هذه لابد منها أول شيء يعني كثرة تنوع تلاوات الشيخ والطلب عليها بالتاريخ بال هذه موجودة يعني مطلوبة تجيني رسائل فهذه مهمة جدا صح الأصل في النشر وخلاص يعني الاستماع هي الفائدة لكن توثيقة لأنه أحيانا الناس تستمع مقطع مثلا من سورة يوسف وتقعد تدور سورة يوسف يقول أخي هذا ليس نفس التلاوة هذا ليس نفس التلاوة فلو سهل حتى أنا عتبي على بعض اللي ينشر التلاوات أو وصية لهم يعني مثلا لأنه في حسابات كثيرة تنشر تلاوات الشيخ محمد يقول أنه تأخذ مقطع تلاوة للشيخ وضع عليها بس التاريخ لتسهيل هذا وفي أيضا ظاهرة يعني سبحان الله في بعضهم يعني ياخذون تلاوات من قبة ويضع عليها سورة الحرم تخدع الناس والناس صحيح كثير من المحبين يعني حتى أنا أذكر في في أحد القنوات الفضائية نشر التلاوة قالت علي أنه هذه تلاوة من الحرم وهي وهي من تهجد مسجد أحمد من الحنبل عام الفرمعين و19 لنشر التلاوة في القربات يعني كتب عبارات كدو وضاف عليها يعيد ذكريات الحرم هو ما كان يقصد يقصد ذكريات الحرم وضع صورة الحرم فالقناة هذه نشرتها على أساس تلاوة من الحرم يعني فأنا أقول المعلومة الخاطئة تعمل ربكة فأنا أهتم بالتوثيق والأشياء هذه في النشر يعني لو كان يضع صورة الحرم يكتب عليه عبارة تلاوة من المسجد الفلاني ومن العام الفلاني تسهل على الناس نبغى نرجع لمحاكاة الشيخ لعدد من التلاوات يعني نقل الشيخ له تلاوة طبعا هو مميز وأكثر بالتلاوة الحجازية وكذلك قرأ بالنجدي كما قلنا قبل قليل محاكاة للشيخ عبدعيز بالصالح وهل تلا بالتلاوة العراقية والله أنا لا أذكر طبعا لا أعرف ما هي التلاوة العراقية لكن لا أذكر أنه قرأ بمثل هذه التلاوة لكن هو سبحان الله متعدد المواهب وهو يعني لو أسميها كبعض المقاطع يعني مثلا هذه التلاوة له من صلاة أحد الفجريات في مسجد حسن الشاعر يقرأ بمقام الكرد عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شذادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المحصرات ماءا فجاجا بنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفاقا هذه تلاوة أخرى لسورة الحجرات من التراويح الفمعين وستة وعشرين بأداء مختلف بسم الله الرحمن الرحيم كُبَعَ نَسِكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْرِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغطون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرد وأجر عظيم هذه في المنتاج إذا يحطوها أكثر الأداء هنا الحجرات يختلف عن الأداء قبل قليل أيها جدا يعني مختلف طيب هذه تلاوة من 1407 هذه أظن استمعت لها اللي هي التلاوة سريع يعني يحاكي فيه الشيخ علي الحديفي بس بأسلوب يعني بسم الله الرحمن الرحيم الاتلامين تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذيرهم من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكون من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعبدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفردة قليلا ما تشكون هذه أكيد استمعت لها شميلة هذا الأسف يعني كان له مصحف كامل من تراويح الفبعمية وسبع في مسجد الحسيني وفي تسجيلات في الرياضي التي تسجيلات التقوى سجلت له مصحف كامل يا سلام أصدروا منه إصدار شريط واحد فقط أي سورة؟ اللي هو الروم لقمان السجدة الأحزاب هذه من ضمنها طبعا أنا حصلت على بعض السور بس بالتسجيل ما هو بنفس الجودة سبحان الله هذا المصحف وفيه مصحف آخر كمان للشرين من عام الفرمية وسبعة فقد يعني كان الشيخ حريص عليه بعد عشر سنوات أو بعد 13 سنة في عام الفرمية وعشرين وواحد وعشرين وكان قدم للرياضي وقابل صاحب تسجيلات التقوى وسألهم عن التسجيل هذا فقال له هذه المصحف المستودع أو ما أدريك فهو بس أوصاني أن أتواصل معهم وأحاول استخرج المصحف هذا هذا من الشيخ محمد أيوب؟ فتواصلت معهم وكلمتهم في هذا الجانب هذا قال والله للأسف هو كان مسجل بجهاز من نوعية خاصة والأشرطة والجهاز كله مفقود يعني سبحان الله هذا التراث كلاوة الشيخ مصحف سعود الشريم الذي أصدر منه سورة العراف تسجيلات التقوى إن شاء الله بإذن الله بجهودكم يخرج بإذن الله نحاول أن نصف المصحف متوفر عند بعض الأخوة في مكة وإن شاء الله سيخرج يعني أنا خرجنا منه بعض الصور بس أنا أتكلم عنه أحيانا فيه أشياء أخطاء أو إهمال من بعض الأشياء نفقد فيها أشياء كثيرة مهمة جدا يعني صحي صحي ونتحسر عليها يعني فيما بعد يعني صحي الله وفقك شيخ فضل وقبلا أختم إذا هناك عدد من الإذاعات يعني تريد أن تواصل معك مثلا من أجل الحصول على تراث الشيخ صوتي حتى تبث في إذاعاتها فماذا نقول لهم والله فلتفضلوا مشكورين ما عندنا أي مشكلة بالعكس يعني في حديث أرجو أن يكون نحن داخلين في هذه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من عملي وحسناتي بعد موته لمن علمه ونشره وولد صالحا تركه ومصحفا ورثه إلى آخر الحديث فأتمنى أن نكون نحن ندخل في هذه الخيرية والأجر ويكتب أجراء يعني مثلا يرفع درجات الشيخ وهذا فليس لدينا أي نمانع من هذا طبعا ممكن يتواصلوا مع ابناء الشيخ كمان في هذا الجانب يعني بارك الله فيك الله يزفين الشيخ الحمد لله ما قيدوا أحد في النشر يعني بس هم يهتموا بأنه لا ينشر شيء إلا يكون مصحاح يعني هذا شيخ فضل أنا سعيد بلقائك وفرصة طيبة وأسأل الله أن يحقق أمالك وأمانيك وكل ما تصبو إليه شكرا